اليوم هنهدروا على القرنية الاصطناعية احنا كنعرفوا ان القرنية هي عدسة اللي كتكون شفافة اللي جاية من البراتي اللي واللي كتمثل تولوتين دي القوة البصرية اللي وهي اللي كتجعل باش تصورد شي فوق شباكة ويمكن لنا نشوفو مزين في بعض الحالات ان كتفقد القرنية الشفافية ديالها كتنقص الحدة البصرية ديال المريض اللي ممكن توصلها حتى العامة العلاج احيانا كيكون بوضع عدسات ولا ادوية وفي بعض الحالات المتقدمة كيكون الحل هو استبدال القرنية وهذا ما كنسميه زرع القرنية المشكلة هنا هي في توفر القرنيات والناس المتبرعين وعاد سلامة ديالها القرنية فاجهوا اطباء وبحيثين القوم ماتريال اللي غادي يصوبوا به القرنية الاصطناعية واللي غادي يمكننا نزرعوها ما كان القرنية المريضة وغادي كل حل لقاء الناس اللي كي يعانيوا من مشكلة القرنية وبلا ما يحتاجوا القرنية دي انسان اخر اللي باشي دي ما كتكون توفره هذا كيبقى حل جيد ولكن باشي يقدر كوشي يستفد خاص صناعا ديالها تكون بسهولة وثمانها يكون مناسب الجامع هاد الامر كي يخلق امل عند الناس ليفقدوا البصر ديالهم بسبب مشكلة القرنية وملقاوش حل وما زال خير القدام والامل دي مكاين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة